أصداء إيجابية وتفاعل شعبي حظي به المرسوم الملكي الذي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والذي يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة وفي السياق فقد رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرار الذي جاء متزامنا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني السابع والثمانين ومرور ست سنوات على دخول المرأة السعودية مجلس الشورى تقرير خالد الفارس السادس والعشرون من سبتمبر يوم تاريخي في حياة المرأة السعودية جاء شاهدا على أهمية دور المرأة في المجتمع السعودي وعلى ضرورة مشاركتها في مختلف المجالات وجميع الأصعدة ففي عام 2011 وتحديدا في السادس والعشرين من سبتمبر أعلنت الصحف السعودية عن إصدار العاهل السعودي آنذاك الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله مرسوما يسمح للمرأة بالمشاركة في مجلس الشورى وترشيح نفسها لعضوية المجالس البلدية وينص على أحقيتها في المشاركة وفق الضوابط الشرعية وفي السادس والعشرين من سبتمبر الجاري سجل انتصار ثاني للمرأة السعودية عندما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ساميا ينص على اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة وتفاعلا مع الأوامر الملكية ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركات جاءت في معظمها مؤيدة لقرار الملك السماحة للمرأة بقيادة السيارة وكان الهاشتاغ الأبرز الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي الملك ينتصر لقيادة المرأة حيث عبر الكثير من الكتاب والسياسيين ومن الشخصيات المؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عامت الناس على أهمية قرار السماح للمرأة بالقيادة مع ضرورة وضع الضوابط وأخذ جميع الاحتياطات لتجنب سلبيات قيادة المرأة والاستفادة من إيجابياتها خالد الفارس الراي